أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا طبعا في هذه الحلقة في عنا مجاهر جديد الأخ أثمان بن خليفة من ليبيا خلونا نراحب فيه أهلا وسهلا فيك أخ أثمان أهلا لأخي زون كيف حالك أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك أعزائي المشاهدين يعني أنا بعتزر كثير عن الحلقة الماضية الحلقة كان بعنوانا شلة ملحدين كان مفروض يكون فيها ثلاث ملحدين يجاهروا معنا بس للأسف في حالة بتخصهم طبعا ما ودروا يظهروا معنا فنعتزر اعتزار شديد لهم يعني ولجمهورنا عكل حال أخي عصمان أوثمان 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 مغريك أوثمان بن خليفة فهي أوثمان وعثمان يعني شوية قريبين على بعضهم فبدك ما تأخذنا ما في مشكلة أخي عثمان يعني أول شيء كيف تعرف جمهور البرنامج على نفسك مين هو أوثمان أنا اسمي أوثمان بن خليفة من ليبيا تحديدا من مدينة زوارة مدينة صغيرة تبعد عن العاصمة حوالي 120 كيلومتر شيء مثل هك لو شايف هذا اسمي أوثمان بن خليفة تمام؟ هذه صورة من جواز صفري تثبت لا يا عبي لا بس أقول لك لأن أنا في أكثر من مواقف لما كنت بجاهظ في ناس نكرت ليبيين نكروا أن أنا ليبي أصلا أقول لك ما ليبي ما بيمثل ليبي أصلا فأنا حابب أوري للعالم يعني شكون أنا وهذا الدليل وأنا أتبرح أن أصلا ليبي لأن الوطن اللي فيه ما في حقوق إنسان وما بيحترم حرية تعبير حرية الاعتقاد الوطن اللي فيه الإرهاب أصبح حرفة يزاولها كل مواطن ليبي مع الأسف هذا مو وطن فأنا أتبرأ مني ليبي أصلا قبل ما يتبرأ مني ليبي فأنا أحب أن أكون إنسان فقط برافو برافو أم حكرا بالفعل نحن بشر قبل ما يحطونا الحدود وهذه المسائل السياسية فنحن بشر بالنهاية وتكفي كلمة إنسان أخي عثماني يعني حدثتنا شوي هيك عن نشأتك الدينية من الطفولة لحتى مثلا للمراهقة الجو الديني اللي عشت فيه الحال الوضع الاجتماعي الناس اللي حواليك الأقارب الناس فضل طبعا أنا مع الأسف تربيت في عائلة ليبيا مسلمة 100% مثل ما تعرف إن في ليبيا الديانة الوحيدة في ليبيا هي الإسلام فتربيت في وسط إسلامي صرف وسط إسلامي معتدل يعني أستطيع أن أقول لك إنه معتدل عائلتي مسلمة جدا أبي إنسان مسلم لا يترك الجامعة نهائيا إخوتي أخواتي كذلك ناس مسلمين فالوسط اللي تربيت فيه كان إسلامي بس منذ طفولتي في فترة طفولتي كانت تراودني دائما تساؤلات على الإسلام أو الدين أو الله أو كينونة الإنسان نفسها في هذا الكون الأسئلة اللي تساور كل إنسان يفكر بعقله بس متل ما تعرف أخي جان في الفترة الطفولة الضغط الاجتماعي والتعليمي المستوى التعليمي والعائلي البيئة هادي كلها شون تصبح 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 تسيطر عليك بحيث أنك لا تفكر فتصبح أنك مجرد تابع فتقوم بنفس الأفعال التي يقوم بها أهلك أو أصدقائك أو أقربائك ليس لسبب أنك مقتنع السر الوحيد أنك لا تريد أن تكون خارج القطيع أو خارج السرب كما يعني أنت تعلم فكانت مرحلة صعبة جدا في حياتي لأن التساؤلات التي كانت عندي في فكري تساؤلات كبيرة ولا أستطيع أن أجاهر بها لأي شخص لغاية فترة الهاي سكول فترة التنوية العامة في فترة التنوية أصبحت أحب الإطلاع أقرأ الكتب بصورة كثيرة في فترة الجامعة أصبحت مدمن دراسة وكتب متقافة عامة ففي اللحظة هذه اكتشفت أننا كنا عايشين في وهم كبير جدا اسمه الإسلام وفي أقدوبة كبيرة منذ 1400 سنة عايشينها ونطبقها بدون أي تفكير فلهذا تعطيت على الإسلام في فترة هذه أسمان قبل أن نصل إلى هذه المرحلة بس أريد أن أعرف لأي مرحلة وصلت من التدين مثلا لقناعتك الدينية يعني لأي مرحلة وصلت؟ باش أكون صادق معك أنا ما كنت الشخص متدين كتير من منذ البداية بس يعني كنت مسلم مثل أي مسلم بذهب أصلي مثلا الجمعة في الجامع أصوم الشهر رمضان أتلاقى مع أصدقائي مثلا في الجامع لكي نتعلم القرآن الأشياء اللي يقوم بها أي إنسان مسلم عادي يعني اللي تفرضوا عليك عائلتك أو أهلك لأنك مفروض تروح تدرس قرآن في الجامع أو المفروض أنك تصلي الجمعة أو صلاة العيد يعني الأشياء البسيطة جدا كنت أطبقها في الإسلام وكنت غير مقتنع منذ البداية بس مجرد مثل ما بيقولوا يعني لم أكن عند القدرة أني أجاهر بأفكاري في الفترة هذه فكنت مسلم تماشي المجتمع بالضبط تماشي المجتمع بالضبط مثل كنت أنا كم أنا هز راسي وأمشي بالضبط فهلا حدثنا يعني وطلو صلت المرحلة الجامعة وبلشت بالمرحلة الحقيقية خلينا والشك الحقيقي بالدين بالأفكار الدينية بالإسلام حدثنا عنها كلمنا عنها كيف بلشت إلى وين وصلت معك طبعا أنا تخصي أنا درست في كلية العلوم في قسم الجوفيزياء اللي هو علوم الأرض فعلوم الأرض كان أحد المجالات اللي خلاني على يقين بأن الإسلام والدين الإسلامي هو مجرد خرافة ليس مبني على أي أسس علمية أو أي أدلة علمية مجرد كلام اعتباطي مدون أي أدلة يعني مثل الأبسط مثال أن عمر الأرض هو ستة فاصلة خمسة بليون سنة نحن بندرس في الجيولوجيا وتيجي أنت تقولي أن الله خلق الأرض في ستة أيام ها؟ أربعة فاصلة خمسة أربعة فاصلة خمسة أربعة فاصلة خمسة مليون سنة بعدين تيجي تقولي أن الإنسان خلق الله خلق الأرض في ستة أيام هذه يعني مكتب مع الأسف مع الأسف اللي خليك تنصدم بالأشياء مثل هذه إلا الدكاترة والمدرسين اللي قوموا بتدريسك واللي عندهم شهادة الدكتوراه مؤمنين بالكلام هذا مؤمنين بأن الدين هو الأساس وأن العلم قابل للخطأ بس الدين غير قابل للخطأ فهذا السبب اللي خلالي في صراع نفسي بيني وبين بين هذا الفكر فكل ما قمت بالاطلاع أكثر والبحث والقراءة أصبحت أجد كوارد في التاريخ الإسلامي وأخطاء شنيعة في القرآن تعطيك أمثلة بعدين في حوارنا وأشياء يعني لا تتوافق مع العقل البشري نحن ففي هذه المرحلة قررت هل أني سأكون منافق إنسان يعيش كما يقوم المسلمين بالطقية الإسلامية أعتقد تعرفها أو أكون إنسان صادق بيني وبين نفسي وأتخلم على كل هذه الطرهات وطبعا كان موضوع صعب جدا مش من السهل بس وصلت لللي بدي إياه بقناعي أخي عسما أنت أعلن إلحادك شيء من قبل مثلا للناس أو إذا أعلنت إلحادك كيف أعلنت إلحادك؟ الإعلان الإلحاد في بلد مثل ليبيا بلد لا يوجد فيه أي حقوق للإنسان أو بل حتى للحيوان لا يوجد حقوق فمن الصعب أو من المستحيل أنك تجاهر بإلحادك فكان عندي بعض الأصدقاء المقربين جدا يعرفوا أفكاري وفلسفتي في الحياة والإلحاد بس معظم الناس لا وحتى أهلي نفسهم لم يكنوا على علم بإلحاد نهائي لأن عائلتي حتى قطعتني بعدما عرفت بموضوع الإلحاد كما قلت لك عائلة إسلامية فموضوع الإلحاد صعب أنك تجاهر به في بلد مثل ليبيا فلم أجاهر لم أجاهر بإلحادي بس كانت أفكاري توحي بشيء من الإلحاد طيب نحن قبل ما ندخل بموضوع الجاهر بالإلحاد إذا تحدثنا هيك عن الأخطاء اللي شفت بالقرآن بالإسلام المتناقضة مع العلم بس بشأن ننور فيها الناس اللي تشاهد البرنامج طبعا طبعا أنا أكتر شيء أكتر شيء طبعا حابب أقول لك مجموعة من الدلائل العلمية مثلا اللي تتناقض مع القرآن طبعا أول شيء أنا اللي خلاني أبعد عن الدين هذا الكره أو كما يقولوا هم المسلمين البغضاء اللي عند المسلمين اتجاه أي شخص غير مسلم هذه الكره يعني حتى في القرآن نفسه مثل مصطلحات المغضوب عليهم والضلين وأهل الكتاب وأهل الدمة والقردة والخنزير يعني كل هذه المصطلحات التي تتنافى مع أي حق من حقوق الإنسان تتوصف أي إنسان بأنه قرد أو خنزير أو مغضوب علي أو ضال بهذه المصطلحات التي تحرض على الكره هي الأسباب الرئيسية اللي خلتني لا أقتنع بهذا شيء فيعني يعطيك مثل بسيط تحريض المسلمين على كره اليهود فمثل في صورة المائدة الآية 82 لتجدنا أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا بعدين في آية ثانية في صورة المائدة 64 وقالت اليهود ويدوا الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا يعني الله نفسه بيسب اليهود وبيحرّض على اليهود أعطيك مثال ثاني صورة الجمعة الآية 5 مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارة يعني تصف اليهود بالحمير أنشتاين يهودي أخي كارل ماركس يهودي سيجمون فرويد يهودي مؤسس موقع الجوجل اللي بيستخدموه المسلمين الآن سورجوري براين يهودي يعني كل هالناس العلماء والناس التي ساهمت في الحضارة البشرية هذا قرد وخنزير ومغضوب عليهم والمسلم المتخلف الجاهل الذي لا يفكر إلا في شهوته والجنسه والغنائم هو الإنسان المخير الموجود على الأرض فقط وكل الناس لا تستحق الحياة فيما عادة المسلم هذا التفكير هو السبب الرئيسي اللي خلاني لا أؤمن بهذه التراهات وخصوصاً مثل ما قلت لك من قبل أنا أصلي أصلاً أمازيغي لست عربي أصلاً فأنا ضقت الأمرين من التاريخ الإسلامي كأمازيغي لإحتلال المسلمين والعرب لشمال أفريقيا وإجبارنا على تعلم اللغة العربية وترك ديننا وإجبارنا على الدخول في الإسلام وكل هذه الحقائق المروعة التي قام بها المسلمون والعرب في تاريخهم جعلتني أحس بالخزي والعار أنني أفكر حتى أنت من فكرياً لهذا المذهب أو هذا الدين فلهذا تعطت عن هذه الأشياء يعني كثير من الأشياء خلتني التاريخ الإسلامي كأعطيك مثال قتل محمد ليهود بني قريضة عندما أمر سعد بن أبي معاد بدبح اليهود كل اليهودي لبتت فيه شعر العانب وأخذ النساء كسبايا وبيع الأطفال يعني كل هذا التاريخ وهذه كلها موجود في كتب الدينية هذه الكتب لم نكتبها نحن الملحدين هذه الفضائح المروعة كتبها المسلمين بعيدهم اذهب يعني وشوف الصحيح البخاري اصبح صحيح مسلم شوف كتب ابنه تيمية التي تحرض على القتل التي تقوم بها داعش كل يوم وكل مسلم يقولك داعش لا هذا مش مسلمين داعش يطبق ما في الكتب داعش تحديدا يطبق ما موجود في الكتب يعني يعطيك مثال أن الإسلام يحرض على الإرهاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرموا ما حرم الله ورسوله ولا يدونيون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطي الجزء عن يد وهم صغيرون التوبة 29 يا أخي هذه الآية فقط تكفي لتجعلك تقتنع بأن هذا الدين دين عدوان ودين إرهاب وليس دين محبة ومساواة فيعني دعك من الطرهات محمد حين كان في مكة يدعي بأن الإسلام دين محبة ولكم دينكم ولي دين وأرسلت رحمة للعالمين هذا الكل كان لم يكن لمحمد جيش وقوة بعدما كان محمد قوة في المدينة قال لقريش والله لإني جئتكم بالدبح وهذا ما تقوم به داعش وتقوم به القاعدة وبوكو حرام وغيرها من الجماعات المتطرفة الإسلامية فهذه كل الأسباب تجعلك تقف بينك وبين نفسك وتفكر بجدية هل أنت تنتمي لهذا الفكر أو لا حتى لو لم تكن إرهابي حتى لو لم تكن إرهابي حتى لو كنت مثلا إنسان مسالم وتحب السلام بس بمجرد ما أنك تعطنق دين مثل هذا فيه بعض الآيات التي تحرض على القتل والبغضاء والنبد والكره وما زلت متمسك بهذا الدين فأنت مشكلة مشكلة كبيرة يا صديقي صحيح للأسف يعني أخي يا عوثمان إذا جينا من ناحية العلمية يعني يلا مثلا فيه كتير أمثلة ممكن نطرحها بالأخطاء العلمية الموجودة بالقرآن يعني مثلا أنزلنا الحديد يعني يلا بطلع لك مثل واحد بهلول النجار بقول لك أنزلنا الحديد يعني على الأول بما أنه اختصاصك يعني إذا تشرحنا شوية عن موضوع أنزلنا الحديد يعني فأطفحك للأسف وعندك أنزلنا الحديد وعندك أن الشمس هي اللي تتدور على الأرض وأن الأرض كروية كما موجودة في القرآن والأرض وضحاها وكل هذه الهرتقات يا أخي يا أخي أعطيك مثال بسيط أنا أحاول ما أبعد عن التفسيرات العلمية بأدلة لأنني أنا أتمنى أن أخاطب المسلم البسيط المسلم المسكين الذي لم يدرس شيء غير القرآن والأكاديب الذي يستمعها في قنوات ومن الشيوخ يعني الإنسان البسيط فتعطيه سؤال بسيط جدا يعني كيف تؤمن بدين يقول لك بعد ما شفت الأدلة العلمية بأن الكرة الأرضية على شكلها وكيف تدور في الفلك على الشمس تؤمن بالعكس المسلمين لحد الآن في 2015 يؤمنوا بالعكس بأن الشمس هي التي تدور على الأرض وبعدين لو أن القرآن فيه أدلة علمية صحيحة ليش لم نجد أي شيخ مننا السوديسي والعريفي وغيرة والبغدادي هذا تبع داعش وكل هالناس المؤمنين العلماء اللي يقولوا علماء المسلمين نعم العلماء العلماء في الكذب والطرهات ما علينا ليش ما تجد واحد من هذه الشلوخ يعطيك آية ويقول لك هذه الآية مثلا دليل علمي على اكتشاف دواء ضد مرض السرطان أو ضد مرض أي مرض معين لا تجد بالعكس بعد ما العلم يكتشف شيء يروح المسلم يتصفح الكتاب يقوم بتحوير المعاني وتغيير معاني الكلمات لكي يجعلها تتطابق مع التفسير العلمي ويقول لك شوف هذا النص يقول دليل قاطع على أن القرآن هو دين صحيح وعلمي لأن العلم أثبت ما هو في القرآن يعني بالعكس مفروض القرآن هو اللي يجي للعلم ويقول له فيها دلة واحد اثنين ثلاثة مو العكس صحيح هو المفروض يقول القرآن هو يثبت صحة العلم إذا كان من عند الله يعني بس للأسف والأسف الخرافة دائما خرافة يعني طبعا المسلم المسلم عقله بسيط جدا المسلم إنسان بسيط سطحي لا يعني حتى لو كان متعلم بس هو إنسان أمي في اليابان يقول لك اللي لا يتكلم أكثر من لغة ولا يجيد استخدام الجهاز كمبيوتر هو أمي فمتطلبات العالم تغيرت الأمية الآن في مجتمعنا في وقتنا ليس من يجيد القراءة والكتابة فمجتمعنا الإسلامي أو مجتمعهم أنا بريء من المجتمع هذا مجتمعهم الإسلامي أو العروبي هذا مجتمع أمي المجتمع الذي يؤمن بأن رسوله صعد على حمار مجنح البراق ودهب في الإصراء والمعراج ورجع يعني كيف أنت تجلس مع شخص يفكر بالطريقة هذا؟ يعني الناس هذا يريدهم تأهيل نفسي وطبي ناس يعني كوارد كوارد نشاهدها كل يوم على قنوات التلفزيون بسبب هذه في الواقع أظن يعني هن طلعوا من القرون الوسطى فجأة يعني بفضل الإنترنت ألقى ضوء عليهم شفوح عالم القرن ال 21 فمن مستوعبين اللحظة التاريخية اللي هن فيها لسا يعني أخي عثمان يعني برأيك هل من المهم أن يجهر الملحد بإلحاده؟ وما هي أهمية الإجهار برأيك؟ يعني شو أهمية الإنسان أنه يجهر بإلحاده؟ نحن كملحدين خصوصا موجودين بأوروبا يعني اللي ما عليهم خوف مباشر خلينا نقول طبعا طبعا شوف صديقي جون الملحد إنسان صادق بينه وبين نفسه الملحد إنسان حاول وما زال يحاول الابتعاد عن كل ما هو غير علمي ملموس عن ابتعاد عن أي شيء ليس متبت بحقائق علمية وأدلة علمية فطريقة عفوا مشكلة الإجهار بالإلحاد هي مشكلة كبيرة جدا في المجتمعات الإسلامية فأنت تعرف يعني تشاهد كل يوم ما تقوم به داعش بكل من هو غير مسلم وغير مجاهر بالإلحاد فما بالك شخص كان مسلم وترك الإسلام المرتد وأنت تعرف حكم الردة في الإسلام وهو القتل فالموضوع صعب وأنا شخصيا لا أنصح أي حد موجود في دولة إسلامية يجاهر بإلحاده في أماكن عامة لأن أنا شخصيا تعرضت لمشاكل في بلدي واعتداءات وتهديدات بالقتل والشتم وقدف وسبل العائلة يعني أشياء لا أريد أن أتحدث عليها على الهواء فموضوع خطير ليس بسيط بس الشخص الذي له القدرة أن يعبر عن إلحاده خارج الوسط هذا المفروض يعبر والسبب ليش؟ لكي نحاول تنوير هذه الناس التي كيف نقولك يعني بالليل إحنا نحكي هذه الناس زي ما قلت لك ناس بسيطة جدا لا تعلم أي شيء والمشكلة أن تعطي فرصة لهذه الشيوك وهذه القنوات كل يوم تبت هذه السموم فلا بد أن تعطي فرصة لناس مفكرين عقلاء لكي يخلصوا هذه الناس من هذه السموم فالملحد مفروض أنا ضد أي ملحد خارج أي وسط إسلامي ويعيش بأمان ولا يجاهر بإلحاده بالعكس مفروض تجاهر وتحاول تنوير كل إنسان لأنه مثل ما بيقولوا الألعاب أو العتب على العاقل فأنت الإنسان العاقل أنت المفروض أنك تحاول أن تصح هذا المجتمع ليس طهرة تقول لا خلاص ما عندي علاقة نادي ومسلمين وأنا ما بالعكس مفروض طبعا حتى تعاني من اضطهاد وسب وتهديدات وكذا بس هذه ضريبة تدفحها من أجل الحق فإذا لم تكن عندك فلسفة في الحياة لإثبات حقائق ملموسة في حياتك يعني مشكلة بعدين معاش الإنسان ما يستحقش الحياة بالطريقة هذه بكل تأكيد طيب نحن هلأ مثلا نحن كمجموعة الملحدين الشرط الأوسط وشمال أفريقيا يعني برأيك كيف ممكن نوصل صوتنا للناس اللي جوا الشرط الأوسط وشمال أفريقيا وحتى الناس اللي برا يعني ممكن كيف ممكن القصد كيف ممكن ناخد الدعم من برا وممكن نفتح عيون الناس اللي موجودين جوا ببلادنا يعني طبعا هو المشكلة الخطيرة في الموضوع هذا أن أول من يحاربك هم أهلك أو قبيلتك أو عائلتك أو مجتمعك بالأحرى فيعني مثل ما بتلاحظ احنا لما قمنا بالصفحة مثل ما قلتلي شخصيا لما نشرنا البوست تابعي إننا بنحكي على الموضوع الإلحاد ومقابلة فوصلتنا رسائل تهديد وغلق الصفحة ورسائل على الفيسبوك اللي غلق الصفحة فمنوا الناس هذو اللي بيحاربوك هاي أهنا قبل ما تكمل بحديثك يوم الصبح جتني رسالة من الفيسبوك طبعا شاهدوا صورتك وحذروني كمان إلي لمدة ما بعرف لقيمة قدرت أدخل على الصفحة بس ما ممكن أأنشر فيي أي شيء واضطررت أن ألغي الصورة أمسح الصورة تبعت الدعاية اللي سأنا له البرنامج حتى أقدر أدخل على صفحتي بالفيسبوك اللي أصاب فشوفت، فليش الفيسبوك غلق الصفحة هذي؟ نتيجة شكاوي من المسلمين، من المسلمين هذو أهلي وأهلك اللي تربينه معهم يعني أنا في بعضهم بعرفهم شخصيا، يعني النفاق الإسلامي تلاقيه يشرب أو يتعاطى مخدرات ويشرب كحول ويقوم بكل شيء منكر يعني يقول لك لا أنا مسلم، المهم لا تطعم في الدات الإلهية فالناس هذو صعب أنك تقنحهم لأنهم الناس أصلاً رفضين أنهم يستمعوا ليك رفضين أنهم يجلس ويحاورك، أنا تمنيت واحد من المسلمين هاي يجلس معي ويحاورني بالحجة والبرهان ويعطيني أدلة بس مع الأسف، يا إما يكون شخص أصلاً مثل ما قلت لك أمي لا يعرف دينه، ولهذا السبب متمسك بالدين الإسلامي لهذا أنا أنصح بصراحة كل شخص مسلم ويحب أن يظل على الإسلام ألا يقرأ لأن كل ما تقرأ تكتشف فضاعة دينك يعني يعطيك مثال بسيط الأستاذ عباس عبد النور هذا من موليد مدينة دامنهور المصري كان شيخ وكان إمام جامع وكان خطيب لغاية سن ثمانين سنة بعدين شهر أعلن إلحاده وكتب كتاب معروفة تمنى أن أي شخص يقراه هو محنة مع القرآن والله في القرآن عباس عبد النور أو كاتب عظيم المفروض في السعودية يخلده شخص مثل هذا يصنع ليه تنتال عبد الله القصيمي مع الأسر عبد الله القصيمي هذا الإنسان العظيم من أشهر كتبه هذه هي الأغلال أو فرعون يكتب سفر الخروج أو العرب ظاهرة صوتية وهو عربي ويفضح تاريخ الإسلامي العربي العروبي يعني عنده كثير من الكتب يكتبون كثير من الكتب عن الإسلام طبعا هذا كلهم ناس لأنهم طلعوا وبحتوا وكانوا صادقين مع نفسهم أهم شيء أن تكون صادق مع نفسك قبل أن تكون صادق مع الآخرين فلم يستطيعوا أن يموتوا على الجهل يعني هذا عباس عبد النور أو عبد الله القصيمي توفوا بس بسبب إيمانهم المخلص أو الصادق للعلم والحق فضلوا أن يموتوا على إلحادهم بدل من أن يموتوا على أكدوبة اسمها الإسلام ولاحظ أن كل الناس مثل هذه الناس العلماء أو الباحثين أو الفلاسفة تعرضوا للاضطهاد كثير من المجتمع وماتوا دائما وحيدين أو بعيدين مقصئين عن المجتمع بس أفكارهم ظلت موجودة لحد الآن نتحدث عليهم الآن أنا وأنت هذه الناس لم تموت ماتت جسديا ولكن فكريا ستظل عائشة إلى الأبد وهذا هو جمال العلم وهذا هو جمال الفكر فلذلك أنا بالعكس أحد كل شخص مجاهر أن يتحدث عن الإحاء الحادث يجاهر بالحادث ويحاول أن يؤثر في أكبر عتد ممكن من المسلمين يا أخي لم أرى ملحد يفجر نفسه في العالم ولن ترى ولن ترى بفعلا لم أرى ملحد مثلا يقوم بأشنع الجرائم أو بقطع الرؤوس لم أرى ملحد كل الملحدين علماء يا أخي مثل نعوم تشومسكي ريتشارد دوكنز كارل ماركس أرثر شوبنهاور تشيكي فارا اللي في بلدي كلهم يلبسون ملابس فيها صورة تشيكي فارا ولا يعلمون من هو تشيكي فارا تشيكي فارا شخص ملحد وكل الناس التي غيرت التاريخ وساهمت في تطور الحضارة والعلم هم أناس ملحدين فالملحد ليس وحش الملحد ليس إنسان عديم الكرامة والأخلاق كما يصف المسلمين بالعكس نحن بشر أكثر من المسلمين نحس أكثر إنسانيين أكثر لهذا تركنا الإسلام لهذا تركنا الدين الذي يحرض على قط الغير وكره الغير يا أخي يقول لك أن الملحد شخص لا يبالي يتزوج أخته وينكح أمه أو كذا أو كذا يا أخي نحن تركنا الإسلام بسبب الفجائع التي قام بها محمد يا أخي شخص في نهاية الستينات يتزوج من فتاة عمره تسع سنوات عائشة شخص يتزوج من زينب بنته جحش التي كانت بنت زوجة زيد بن حارد ابنه بالتبني له ابنه بالتبني يعني الفواحش مثل هذه قتل محمد لكعب بن الأشرف وغيرها من الكوارث لهذا تركنا الدين لأننا نحن بشر نحب أن نحيش في سلام ونؤمن بالحق والمنطق والبرهان ولا نؤمن بالترهات نحن بالعكس الملحد إنسان شريف مع نفسه أكثر من المسلم المسلم الذي يقرأ الآيات هذه التي تحرط على القتال خمس مرات المسلم الذي يعامل المرأة كالبهيمة الذي يصف المرأة بأنها عورة وبأنها تنقد الوضوء كالكلبة والحمار أو يحط على ضرب المرأة يا أخي كيف تكون فخور بهذا الدين؟ لا أفهم للأسف للأسف يعني لا فعلا شيء مؤثر شيء يجعلك يعني كما يقوله لا يوجد كلام لا تستطيع تتحدث ما تقول يعني الشغلة الأخلاقية مثلا أكثر الشيء الذي تناقض الأخلاق الذي استفزدني بصراحة هي غبي لما محمد تزوج ببن قوسين صفية بنت حيية يعني بعد ما قتل قتل أخوه وأم يعني العشيرة كلها قتل نبا تقريبا كلهم تقريبا قتلهم نبدا وفي نفس الليلة دخل عليها وبعدين سمها أم المؤمنين وصفية تعليق عندك يعني تصور الأخلاق يعني تصور الأخلاق اللي يدعونها المسلمين يا أخي إن كان الإسلام دين سلام إن كان الإسلام دين يحط على الحب إن كان الإسلام دين يحط على معاملة الغير بالمساواة إن كان هذا الرسول أو تسمي بين قوسين رسول إنسان رحمة للعالمين كيف يلقبه أهله بالضحوك القتال يا أخي لقب محمد المعروف الضحوك القتال يعني مثل أعطيك يعني حاشا شخصك الكريم أعطيك لقب السارق وبعدين أقول والله الأخ جون هذا شخص أشرف الخلق شريف صادق أمين أمين أمانة ممو يعني كيف تناقض شخص يسمي بالضحوك القتال قتال وأشرف الخلق في القتل أشرف الخلق في القتل في عندي سؤال هون أنت كشخص أثمان هل تريد الناس أنه تفهم الناس خصوصي اللي عنا طرعا بشكل أوس هل المسلمين خلينا نقول المغيبين هل تريدهم أن يفهموا دينهم أن يفهموا أنهم عايشين بعصر المنحطة عايشين بعصر الحطار أن الناس سبقتهم على وجهة نظرة طبعا أنا أتمنى أن المسلم يفتح عيونه لكي يرى مثل ما يقول الأستاذ عبد الله القسيمي إذا كان عندك عيون ليس دليل بأن عندك القدرة أن ترى فهذا ليس دليل إذا كان عندك عينين فأنت ممكن أن تكون عندك عينين لكن ليس عندك القدرة على الرؤية وهذا ما يعاني به المسلمين المسلمين يسمعون نفسهم ويتحدثون مع نفسهم فقط نفس الأفكار تتكرر وتتكرر 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 لأبد الآبدين يعني لفترة غير معروفة لمالة نهاية ولازم نقف هذا التطهور الإنسان الذي يعاني به المسلمين فنازم أن نصرح أن نجاهر بإلحادنا ونحاول أن نقنع غيرنا بأفكارنا ونحاول أن ننشر أفكارنا وأن نحط المسلم على القراءة إقرأ وإطلع فقط يا سيدي أنا أفترض أنا كل ما قلته اليوم غير صحيح أو أنت مشكك بكل ما قلته اليوم من أحداث أو آيات قرآنية أو تفسير أو أي شيء اذهب وإطلع بنفسك لماذا تنتظر الشيخ العريفي والسوديسي والصادق الغرياني الموجود عندنا في ليبيا هذا الإرهابي المجرم وغيرها من الناس كيف؟ لماذا تسمع تستمع إليهم؟ اقرأ القرآن اقرأ التفسير اقرأ الكتب الأخرى العلمية يا أخي يعني مش عارف كيف أوصل لك فكرة يعني الإنسان نحن نؤمن بكل العلوم ونؤمن يعني يعطيك مثال بسيط كملحد المسلمين دائما يتحدوا الملحد يقولك ممكن نظرية داروين خاطئة والإنسان أصله غير مش قرد ونظرية التطور مبنية على حقائق غير علمية أو نظرية الانفجار العظيم وغيرها من نظريات المسلم يشكك بيها ويضحك على أفكارنا بس إحنا مستعدين أن نقول إذا تبتت هذه النظرية على الخطأ أن هذه النظرية خاطئة وهذا هو جمال العلم لأن كل ما تكتشف شيء بعد فترة زمنية معينة يظهر شيء تاني يبطل الشيء الأول فهذه هو جمال العلم فممكن أن نظرية التطور تكون على خطأ مع العلم أنها أثبتت أنها ليست على خطأ بس ونفترض أنها على خطأ ونفترض أن داروين نظرية كلها مبنية على أسس غير علمية بس إحنا مستعدين أن نعترف بأنها خطأ ونبحث على الحقيقة بينما المسلم مؤمن بأن كتاب واحد موجود في الكرة الأرضية هو الكتاب الصحيح وغير هذا الكتاب كله غير صحيح الكتب الفيزياء، كتب الطب، كتب الكيمياء، الفلك وأي كتب في العالم إذا تناقضت مع القرآن فهي خاطئة القرآن هو صالح لكل زمان والمكان هذا الشيء يجب أن نقنع المسلم بأن هذا الشيء غير صحيح بالضبط صحيح صحيح أعطيك لقطة ثانية لأن أنا أحاول أن أجعل المسلم يهرب لأن المسلم دائماً مثل الحرباء يتلون فيقول لك مثلاً يا أخي إذا لم يعجبك هذا الدين فاترك الدين ولماذا تجهر بإلحادك؟ أو لماذا تحط الناس على كره الدين الإسلامي؟ فلكم دينكم وليا دين مثل ما بيقولوا هما فالمشكلة أن المسلم هو الذي يفرض دينه على الملحد إحنا في ليبيا مثلاً الشريعة الإسلامية هي التي القانون التطبيقي في الوطن الشريعة الإسلامية أو القرآن هو الدستور الليبي لا تستطيع أن تدرس الديانة اليهودية أو المسيحية مع العلم أنا ضد جميع الديانات لأنها تتنافى مع المنطق والعقل بس يعني ما إلك حق إلا أنك تدرس الإسلام وغصباً عنك وغصباً عنك تدرس تاريخ مو تاريخك تاريخ عمر بن الخطاب وعثمان بن عثان وبكر الصديق وغيرهم من هذه المجرمين الحرب وخلوك تترك أصلك يعني أنا كأمازيغي تاريخي أنا عندي عظماء مثل سبتيموسي فيروس عندي يوغورتن عندي يوبا عندي العديد من القادة العظماء في التاريخ الأمازيغي بعدما أتى الإسلام وشبرنا على دراسة تاريخ ودين وفكر ليس فكرنا فالمسلم هو الذي لا يعطيك حرية الاعتقاد وليس الملحد بالضبط بما أننا دخلنا بهذا الموضوع هذا وما من ضمن لا سئلة بس يعني لو تحدثنا عن الوضع الأمازيغي يعني تحت الاحتلال الإسلامي خلينا نقول ما رؤيتك؟ طبعاً مع الأسف لو أخبرك بأن أكثر ناس ضدي وأكثر ناس تحرد على سبي وقتلي وإيهانات كل يوم هم أمازيغي مع الأسف وهذه هي خطورة الإسلام لأن الإسلام يصعلك منتمي لهذا الدين أكثر من أنت منتمي لبني وطنك يعني المسلم الليبي انتمائه للمسلم الأفغاني أكثر من انتمائه لليبي لأخوه الليبي الملحد بالضبط وهذه كارثة وهذه مشكلة نعالي منها فالأمازيغ هم مشنا حرمنا من تسمية أسمائنا بأسماء أمازيغية أو بالحديث باللغة الأمازيغية أو بالكتابة باللغة الأمازيغية أو بالتعريف باللغة الأمازيغية مع ذلك تجد الأمازيغي لأن مسلم يقول لك لغة الإسلام هي القرآن واللغة العربية هي لغة أهل الجنة ولغة أهل الكتاب المسلمين ويدخل في تفاصيل تجعله ينكر أصله في سبيل الحفاظ على هذا الدين وهذه المشكلة التي نحن نعاني بها في مجتمعنا الليبي مع الأسف فالأمازيغ كلهم مسلمين مع الأسف في ليبيا ويدافعون على الإسلام ويستخدمون ككبش فداء ويبعثون إلى المحرقة بسبب هذا الدين وهم على قناعة بأنهم يقولون بفعل صواب مع الأسف بالأسف كارتة بالأسف طبعاً في مقولة أنا كثير ترددت هالأيام بعد خصوصي غزو التاريس مثل ما بسموه الدواعش برأيك في مقولة بتقول الإرهاب لا دين له هل هناك دين للإرهاب أم لا؟ جوابي بسيط جداً الإرهاب دينه الإسلام يا أخي لا تجد لا تجد أي إرهابي لا تجد طبعاً ليس كل المسلمون إرهابيون لكن كل إرهابي مسلم هذه هي المشكلة فلا تجد أي شخص يقوم بتفجير نفسه أو يذهب لدولة أخرى بما يسمى بين قوسين لنشر الإسلام والفتوحات الإسلامية ويفجر نفسه وهو غير مسلم الدين الوحيد في العالم الذي يحرض على القتال والجهاد هو الإسلام يعني أنا قررت لك آية التوبة صورة التوبة الآية 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون محرم الله ورسوله ولا يدنون دين الحقي من الذين أوتوا الكتابة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون عن يد وهم صغيرون هذه تعرف شو معناها أخي جون في التفاسير يعني لو المسلم احتل أي دولة وهذا معانناه إحنا كأمازيغ وأنتم في سوريا وغيرنا في المدن في الدول الأخرى وهي مشكلة الجزية إن لم تدخل عن الدين الإسلامي وتريد أن تظل مسيحي أو يهودي ما في مشكلة بس تدفع جزية هذه الجزية لا بد أن تدفعها وأنت صاغر صاغر يعني في بعض الدفاسير يقول أنك الشخص الذي تدفع المسلم الذي تدفع له الجزية يكون جالس وأنت واقف تتضرع وتتملق ويمسكك من لحيتك ويصفعك ويعاملك باحتقار وبعدين يأخذ منك الجزية وهذه الجزية تدفعها كل فترة زمنية معينة ليش؟ لتاخذ الحماية من الدولة الإسلامية وهذا الشيء يقوم به داعش كل يوم يا أخي ما هو الشيء الذي يقوم به داعش غير موجود في الإسلام؟ أعطيني شيء واحد أنا أسلم اليوم لا شيء لا شيء فكيف تقول لي أن الإرهاب لدينا له؟ الإرهاب دينه الإسلام ومقره المملكة العربية السعودية هذا هو الإرهاب وهذا بيت رأس الأفعى مثل ما بيقولوا المملكة العربية السعودية هذا هو التفسيري أو تعقيبي على سؤالك طيب يعني نحن بشأن ما نطول كمان الحلقة على الناس وما تكون حلقة طويلة شوية كمان بنحب تكون الحلقة طويلة في عنا سؤالين كمان أخيرات هيك تقريبا يعني بدي رأيتك لمستقبل الملحدين في الشرط الأوسط بشمال أفريد يعني كيف بتشوف مستقبلهم القريب في السنوات القادمة وعى المدى البعيد كمان؟ فضل أنا مقتنع ومؤمن أن في الفترة القادمة بسبب تطور الوصائل الاتصال الاجتماعي وتطور العلم والإنترنت أن الملحدين ستكون كبير جداً في مناطقنا وسنكون أشد على المسلمين من الملحدين الموجودين في أوروبا أو في أمريكا ليش؟ لأننا عانينا مرارة هذه الأديان أكثر منه يعني في أوروبا ممكن تكون ملحد بس ما يهينك شخص أو ما يتجرأ أن يقوم بتهديدك بالقتل أي شخص أو بضربك أو إهانتك بس في وطنها لا يوجد حقوق للإنسان فالملحد الذي يخرج من بيئة مثل هذه يكون ملحد مثل البركان مستعد لينفجر في كل مكان في وجه كل مسلم أو مسيحي أو يهودي أو أي أحد عنده ديانة تحرض على كره الغير فأنا مؤمن أن الملحدين سيكون لهم ظهور كبير ولن يكون في مقدور السلطات الإسلامية أو الحكومات الإسلامية أن تسيطر على هذا الموضوع مثل الصابت مثل ما نحن هلأ يعني عندنا الفيسبوك أو عندنا السكايب أو عندنا فنستطيع أن نتحدث أنا وأنت بدون الرقابة نستطيع أن ننشر أفكارنا بحرية فأصبح الموضوع صعب عليهم فهتكون في طورة ومع تطور العلم كل يوم ستثبت أدلة عكس ما موجود في القرآن وفي كتب الدينية فهتجعل الإنسان يفكر أكثر ويبحث عن الحقيقة أكثر فأعتقد أن البركان سينفجر عما قليلا وستكون في طورة إلحادية ضد جميع الديانات لأن الإنسان ملحد بالفطرة يا أخي نحن لم نولد مسلمين أو مسيحيين نحن أولدنا بشر وإنسان بالفطرة وأنا أضم صوتي إلى صوتك يعني الفترة القادمة سيكون انفجار الحادي بكل معنى الكلمة هي ثورة وسورة بدأت يعني بدأت من أول ملحد حط على الفيسبوك أنا ملحد يعني وأنا ملحد وأبتخذ الشرارة الأولى بالتوقت أخي أسمان الكلمة الأخيرة تحب توجهها للملحدين عموما وليل جمهور البرنامج خصوصا شكرا جزيلا جدا جدا على إعطائي هذه الفرصة لأعبر عن أرائي وأضم صوتي لأصواتكم أنا فخور جدا لأقابل وأحاور شخص مثل شخصك الكريم شكرا أتمنى أن نكون على اتصال دائما كل الملحدين وأن يكون لدينا جمعيات حقوقية لنشر أفكارنا ويكون لدينا ملتقاءات عن طريق شبكات التواصل الاجتماعية أو عن طريق أي وسيلة أخرى فأنا بالجد فعلا فخور وفرحان أن عشت هذه اللحظة لكي أستطيع أن أعبر عن أفكاري وأتحدث بمطلق الحرية عن اعتقاداتي وأفكاري الدينية وشكرا جدا لكل ملحد شجاع جريء يرفض الكذب والنفاق والقتل والإرهاب والخداع والغش ويصرح بأفكاره ليس لشيء إلا لشيء واحد وهو إنسان لكي يقول للعالم أنا إنسان أنا لست مسلم أنا لست مسيحي أنا لست يهودي أنا لست بولي أنا إنسان فقط هذا الشيء البسيط الذي يريد أن أقول ونحن رح نأخذ منك وعد أنك تعطينا من وقتك حلقة ثانية في المستقبل ليس لموضوع الإجهار بس لموضوع المقارنة علمية بين القرآن واختصاصك طبعا أتمنى أتمنى ذلك ما في مشكل أنا وقتي كله للموضوع هذا متفرغ المتفرغ للمسلمين والجميع يعني جميع الناس فأتمنى في أي وقت في أي فرصة عندك أي وقت تاني أنا مستعد لأي محاورة تانية وإذا كان في شخص مسلم يحب أن يناقشنا أو يحاورنا بس ما يقول إن الحوار ملحد مع ملحد ضد يعني ما بنعطي فرصة للتاني فلو كان في مسلم يحب ينضم معنا في الحوار أنا أتمنى ونشوف من عنده الحجة والبرهان نتمنى نشوف إذا فيك أي مسلم ممكن يحاورك علميا طبعا وأنا استبعد ذلك يعني باللأسف على كل حال أعزائي المشاهدين شكرا لمشاهدتكم يعني أنا بتمنى أنه تتابعونا على الفيسبوك وعليوتيوب وعلى وتشتركوا معنا وإذا ممكن يعني تساووا شير للحلقات وحتى ننشر الوعي بين الناس ننشر ثقافتنا يعني المسالمة خلينا نقول إنسانية تفضل أخي لا 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 تماما أوكي فأتمنى يعني نتساعدونا كمان بنشر بنشر الحلقات بالإعجاب صفحتنا يعني تساعدونا حتى نقوى فيكم يعني نحن ما نقوى إلا فيكم وشكرا لكم كثير وشكرا لمتابعتكم وشكرا للك أخي أسمان أسمان شكرا جزيلا نحن إلى اللقاء أصلا لا أسلام نحن إلى اللقاء أصلا أيضا نحن إلى اللقاء أصلا نحن إلى اللقاء أصلا ترجمة نانسي قنقر